حكاية ليفربول السنة دي الوضع بتاعه وضع كارسي تحديدا في الدولة الدولة الإنجليزية الوضع كارسي جدا في دولة أبطال أوروبا لسه عايش ليفربول وماشي بشكل معقول ولكن في الدولة الإنجليزية الأمور صعبة جدا هيبقى معايا الحديث عن حال ليفربول اللي حصل ليفربول بالنسبة لنا بعمل زي الفرق المصرية كده زي محمد صلاح كلنا بنحبه حتى لو ما بتشجعش ليفربول بتشجع فرق تانية في أوروبا بس كاي كاي بتحب ليفربول عشان محمد صلاح بيلعب فيه فحاله يهمنا وإحنا عاديين يدعى في مصر وهم عاديين في ليفربول في إنجلترا إحنا حال ليفربول يهمنا وعايزين نعرف ليه وصل للمرحلة دي بعد إنجازات وشكل رائع جداً طوال الستة مواسم الماضية مع يورجان كلوب للحديث عن حال ليفربول هيكون معاي حالاً دلوقتي صديقنا العزيز محمود شاكر يقول لنا ليه الرز وصل للمرحلة دي حودم شرف ومنور كالعادة أخبرك إيه؟ كله حلوة؟ كله حلوة؟ كله كويس الموسم الماضي وصلين لآخر مرحلة في البريمير الليج الموسم الماضي وصلين لفاينال شامل ليج كذبين كاسل التحدي إنجليزي رابطة المحترفين كل حاجة كاسبها ليفربول وماشي بشكل رائع جداً الموسم ده ضرب مرعب ليفربول في أزمة ليفربول في مشكلة كبيرة جداً يا كريم وده بسبب عوامل كتيرة جداً لا هو العيبة بس ولا المدرب بس ولا الانتدابات الصحيفية كانت سيئة جداً لليفربول بس بالضبط يعني كان فيه مشكلة كان فيه مشكلة كبيرة جداً المنظومة ككل فيها مشكلة في ليفربول وهي تغيير هوية ليفربول من فريق من أشرص الفرق اللي بتلعب ككتلة واحدة بتمارس الضغط العالي أشرص فريق كان بيمارس الضغط العالي آخر أربع سنين كان ليفربول الضغط العالي والضغط العكسي بس ده كان بيحتاج أدوات معاناة وعناصر معانا وأفراد معانا الأفراد دي لما اتغيرت والأفراد دي ما بقتش موجودة زي رحيل سادي ومانيه زي قلة اللعيبة اللي موجودة في وسط الملعب زي طبعا المشاكل الكتيرة في المستويات للخط الدفاع ده اللي أثر على ليفر بول بالطريقة دي ولكن يا كريم احنا من التكلم نقول تعانية تغيير هواية فريق لما بيجي اليورجن كلوب كان معروف عنه بطريقة اللي هو بلعب 4-3-3 الطريقة دي بيبقى فيها ريسك عالي جدا بس طول ما انا عندي اتنين سنتر باك كويسين جدا وعندي خط نص الملعب قادر ان هو يمارس بدور الضغط ما بيبقاش دائما ممكناش بنشوف ان ليفر بول مهتم او بالنحية الدفاعية لان فيه سرعة استردادات الكرة على طول ليفر بول انا هجيبها من عند اتفاع الخصم اصلا قبل ما يوشلوه هي كرة ما شاب عندي فيها اي مشكلة خالص لان انا على طول الكرة هتبقى معاي وتحت رجلي ولكن اول ما العناصر بدأ تتغير واول ما النمط والطريقة دي ما بقاش قادر يكمل فيها يورجين كلوب بسبب تغيير اللعيبة بدأ الدروب يحصل وبدأ ان انا بغير طريقة لعبي من 4-3-3 الى ساعات 4-2-4 او ساعات 4-3-1-2 ودي كانت المشكلة اللي موجودة عن ليفر بول وهنشرحها ونشرحها بالحالات ولكن خلينا كريم من الاول نتكلم هو قزمة ليفر بول مبتدية منين ونتكلم عن خط خط الوقت احنا بنتكلم عن خط الدفاع اللي كان بيتميز فيه ليفر بول جدا اتنين من اقوى واشرص الاثنين الباكات الموجودين في العالم كله ارنولد او روبرتسون السنة دي بيمروا بحالة دفاعية سيئة جدا ارنولد من السنة اللي فاتت من براد شاب يزليج الكرة العكسية اللي في نيسو جونيو جار عنده دايما مشكلة في التغطية العكسية نفس الكلام عن روبرتسون يا كريم لو قلتلك الارقام بتاعة ارنولد روبرتسون السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت مساهمين في اكتر يعني روبرتسون مساهم في 18 جول وارنولد مساهم في 19 جول لحد دلوقتي ليفر بول لعب 18 ماتش اللي اتنين ساهموا فقط في 3 اهداف هنا وهنا دينا حالي جمية غير الكورس الدفاعية بالزبط احنا اكلمنا على الاتنين باكات نتكلم على فندايك فندايك واحد من افضل المدافعين اللي جم في الكورة اخر 20 سنة من بعد روباط الصليفي عنده مشكلة كبيرة جدا بيحلق على طول في عنده مشكلة في التغطية هي دوبك المباراتين اللي لعبهم كويسين جدا المبارات بتاعت منشستر سيتي في الكوميونيتي شيلد لما لعب على هالند والمبارات التانية برضو بتاعت منشستر سيتي وليفر بول دول ابرز مباراتين ليهم ليفر بول بدأ السيزن بتكسب الكوميونيتي شيلد داري على الخارية بعد كده تعادلين خسارهم منشستر شوية فوق وشوية تحت عاوزين نشرح ونتكلم اه قبل برضو متكلم على هيتها دي عاوز بس اقول منيجي نص الملعب نص الملعب لما كان موجود فينالدوم لو تفتكر كريمي سنة قبل اللي فات فينالدوم كان هو بيحرك الفرقة من تحت لفوق وهو اللي بيقوم بدور الربط بعد ما فينالدوم مشي جابه تياجه والكنتارا تياجه والكنتارا لما بيتصاب فيه مشكلة كبيرة جدا ده بنكلم على خط النص طب ليه ليفر بول ما انتدابش لعيبة سنة دي فوسط الملعب محدش يعرف ما جابه ارثور ارثور عنده اصابة مزمنة اصلا وما لعبش وما شاركش في التمرينات اصلا وما شاركش معهم في اي مباراة على الجانب الهجومي بقى انا بتخلى عن واحد من افضل تلاتة وينجرز في العالم سادي ومانيه بجيب مكانه لويز دياز بدخل السنة فات لويز دياز مع سادي ومانيه مع محمد صلاح في شراسة من التلاتة موجودة ولكن بمجرد سادي ورحيل سادي ومانيه عندي اصابة جوتا وعندي اصابة لويز دياز فانا بلعب مكسور الجناح اي حاجة وخلص عليه مباراة بالزبط كده اخر بقى حاجة نكلفه على ليه همنا محمد صلاح قبل ما اخش محمد صلاح مرة محمد صلاح على الخط مرة محمد صلاح في حضن الاتنين مساكين مشكلة كبيرة جدا لما يبقى عندك اللعيب السوبر اللي انت بتعتمد عليه النهاردة بعد التمنتاشر مباراة او سبعتاشر مباراة محمد صلاح بيحرص فقط في الدورة الانجليزي هو اتناشر مباراة في الدورة بيحرص فقط 3 اهداف زي دلوقتي السنة الفات كان محمد صلاح جايب 11 جول ممكن اقول حاجة قبل ما تشرح نفسي اختلف معاك انا مختلف جدا مع فكرة انه رحيل ساديو ماني هو اللي عمل مشكلة ليفربول هجومية انا اعتقد اللي عمل مشكلة كبيرة هجوميا ليفربول هو نونز صفقة نونز دي بالنسبة لي هي صفقة من الصفقات الكارثية ليفربول مش بس عشان هو لعب لسه ما قدمش كتير بس هو من بوز المنظومة الهجومية ليفربول ليه نونز اصلا شكله واسلوبه وتكنيكه مختلف تماما تماما عن كل المهاجمين اللعبوا مع ليفربول تحديدا في المينيو وجوت انا بتكلم عن المهاجم رقم 9 المهاجم الواهمي او الفولس ناين اللي بيشتغل به هو مش البروفايل ده عشان هو مش البروفايل ده خلى صلاح ينزل لتحت كتير ياما خلى صلاح موجود على الخط كتير ياما خلى لويس دياز عندهanya مشاهل كبيرة جدا في الضم وان كان لويس دياز انا شايف ان لويس دياز عوض مانيه جدا ويمكن ارقام لويس دياز قبل ما يتصاب افضل من ارقام بدايات مانيه المسم الماضي فانا مش شايف ان هي دي المشكلة بس النونز هو اللي بوز المنظومة هو اللي ما خلىش جوتا ياخد المساحة قبل ما يتصاب هو اللي ما خلىش في المينيو ياخد المساحة قبل ما يعني مستويه تحسن شوية في الفاتر الاخيرة صفقة نونز كان ممكن ليفربولي عوضها بحاجتين مهمين جدا. انه يجيب لعب وسط محترم جدا. بالزبط. ما تفعش فلوس دي كلها. وانه يجيب جناح ايسر بديل لساديو ماني. بالزبط كده. ده كان ايه حصل كده. لكنه نونيز اصلا صفقة. هم كان اعتمادهم على لويز دياس. ولويز دياس نهى السيزون الفات كويس جدا. ولكن انت بتقول لي لويز دياس كويس. اه لويز دياس. ممكن تكون في من ناحية المساعمة والاركام كويس. ولكن ناحية الاداء. خصوصا في حتة الضغط. وخصوصا في حتة. هتفهم معك في دي. دفاعيا مزاي ساديو ماني. مزاي ساديو ماني. ساديو ماني. هو افضل اللاعبين هجومين. افضل من محمد صلاح ومن فرميني ومن جوتا في الامور الدفاعية. ده حقيقي ده حلعيب قوي جديد من التمبو بتاعه لي. دفعنا الاول يا كريم ان السنة اللي فاتت. مراش تقول تعالى. لا لا مرحبا تقول السنة اللي فاتت. كان ليفر بول بلعب طريقته اربعة تلاتة تلاتة. عمد صلاح وفرمينيو او جوتا. وفي نفس الوقت هنا كان بيكون ساديو ماني او لويز دياس وساديو ماني كان بيبهن. لما التلاتة بيضغطوا يا كريم. وراهم على طول التلاتة بتوع نص الملعب اقوية جدا اللي هو كان تياجو وهندرسون وفابينيو. وعلى طول كنا بنشوف ان وماتب على طول يا كريم موقفين هنا. وعلى طول روبرتسون وارنولد بيبقوا طايرين. فدي كان ضغط 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 ضغط. كله بيضغط كتلة واحدة. فكان الفريق هنا ما عارفش يطلع بالكرة فيعمل. ايه لا تطلع الكرة تتشتت برا. ايه لا تلاقي بلونج باست. فان دايك بكل سهولة بيقدر يلم الكرة. وابتده تدني. فعلى طول اللعب كان على طول هنا. حتى الخريطة الحرارية بتاعت ليفر بول تلاقي كل دايما اللعب. كان افضل الفريق في العالم بيعمل ضغط عالي. بالضبط كده. فالمساحة دي كلها كان بتتغطي. كان فيه رتدات قوي جدا من 3.5 ملعب في افتكاك الكرة. نفس الكلام برضو البكات في في الادوار بتاعت الضغط العالي. لازم يبقى الرتم بتاعها سريع جدا واخدى الخط رايح جاي. خصوصا كمان ان عارفين ان ارنولد على طول كان بيحب يخش يعمل الدابل باس مع محمد صلاح. وبيشوت كويس وبيعمل الابرات من اكتر الناس اللي عامل اسستات. اللي حصل السنة دي ان يورجن كلوب بمجرد ان مفيش الحتة دي بعد اصابة لويس دياز وبعد برضو عدم موجود آآ جوتا. فالرجل بقى يعمل ايه? بقى يلعب اربعة زي ما هو. ولكن بيلعب كريم بيسبت الاتنين دور. اربعة اتنين اربعة بيسبت فابينيو وتياجو الكنتارة. وبيزق لعيب الجديد اللي هو آآ 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 اللي بيخش صلاح عن عن الجون. فالمشكلة دي كان دايما بتخلي محمد صلاح حاضن الخط. وفي مشكلة عند محمد صلاح ان هو بيبقى الدور الاكبر اللي عليها كريم. وهو دور الاسستات او دور صناعة اللعب. ودي مش حتة محمد صلاح. زاد ان انت بدنيا بتريك محمد صلاح لان انت بتلزمه بادوار دفاعية عشان يرجع يغطيه هنا ويعمل جبع مع ايليوت ومع آآ 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 آآ